أنا حسيت أن هذا من لعبة النادي الأهلي وكأنهم ألقانين أو خايفين أو بيفكروا من مباراة السنة اللي فاتت إحنا لو اشتغلنا وهاجمنا زي ما عملنا أسخل بالك مباراة السنة اللي فاتت لو تفتكر لألي كان لها ردة فعله هجومية وسجل هدفين بس خسر خمسة خسر خمسة فعلة قال لك لا أنا مش عايزي برددي ردة فعلة تخطف مني هفضل في مكاني مش هروح وتحرك ده كان أسلوب صحيح أو ده كان طبيعي ولا مش المفروض كلاعب نادي أهلي يكون متوتر والآن بالشكل ده مظبوط مظبوط وده دور الجهاز كمان يعني دور الجهاز إن ما يوصلش اللعيبة للحالة دي أو يلحق اللعيبة قبل ما توصل للحالة دي إن كل المباراة لها ظروفها صح وحتى أنت في النتجتين اللي خسرت بيهم انت واخد أربع تلتب بطولات أيها يعني انت واخد تلتب بطولات أفريقيا آه خسرت ماشي خسرت طباب برشورنا بيخسر صح وريال مدريد بيخسر صح وليفربول بيخسر يعني كل المتشاطة كل الفرقة الكبيرة في العالم بتخسر ومنتاج كبيرة عادي ومنتاج كبيرة لكن بتكسب بطولات صح يعني ريال مدريد واخد شامبينز ليج ليفربول واخد منشستر سيتي واخد وكل دول خسرت نتاج كبيرة فأنت تنزل تلعب حتى لو هتخسر نتاج كبيرة بس يتعرف أنت راجل بطل ونهارده ليه المباراة خدت صدى قوي قوي من جمهور الاهلي رغم إن هي هدف واحد يعني في كل حوال الاهلي مش متعود إن الفرقة الاستحواز دي اتخذ من فرقة النادي الاهلي فأنت فقط الـ identity بتاعتك أيوا الـ identity بتاعت النادي الاهلي إنه هو دايما جمهوره لما بيتفرج على أي مباراة سواء بره ملعبه أو جوه ملعبه إنه بيلاقي الاهلي مستحوز أيوا يلاقي الاهلي دايما مسك الكرة وبيدور الكرة من اليمين للشمال وبيحطها ويرجع بيها أو يدور وما بيزقش وممكن يوصل عشرين خمسة عشرين باص يشتغل مفيش مشكلة حتى لو خشرت مثلا بهاك أنت بتخسر وانت بتاع من كده بتخسر فيه مباراة بتخسرها حتى لو خشرت بس قدمت الشكل طبيعي بتاعك نقول باص فرص ضاعة كتير ما كانتش فيه مصبوط اهتمام بالفرص ما هو عادة الفرق اللي بيستحوز عادة عادة ما بقولش كل المباراة لأن فيه فرق بتنزل وبتاخد أو بتشتغل على الـ counter attack بس بيبعندهم خطورة قوية جدا وبيسيب لك الكرة يقول لك أنا مش عايز استحوز على الكرة صح أنا هنزل أقفل أستناك بس أول ما هقطع فيه حاجة فيه حاجة هتتعمل هتلاقي الكرة في الجهن عندك أو هتلاقي فرصة خطيرة على المرمى بتاعك الحاجة دي إحنا متعملتش النهارة لأن هي مش أسلوب الأهلي مش أسلوب الأهلي أن يطلع على مرتدات انت كابت محمد اشتغلت مع النوعين اشتغلت مع النادي الأهلي الفرق اللي بيسيطر الفرق اللي بيهاجم الفرق اللي هو اللي المبادرة وشغلت مع فرق برضو اللي كانت ممكن تستنى تحت الكرة بعض الشيء تستنى تحت الكرة وتطلع على المرتدات النهاردة الأهلي إزاي كان ممكن يطلع على بهجمات مرتدة سريمة كان لازم يطلع عن طريق رضا سليم يعني رضا وبرستاو عندك سرعات كويسة جدا وعندك كمان علي معلول ومحمد هاني كان ممكن يشتغلوا الحتة دي لكن بشكل رئيسي كان لازم أفشا وقاليو ديانج الاتنين دول بالتحديد يبقى التمركزات بتاعتهم وهم بيدفعوا أن أول ما هنتقطع الكرة في سقوط مثلا لصلاح محسن وطلوع رضا سليم أو سقوط مثلا صلاح محسن وياخد بيرستاو في ظهره يبدأ ياخد يستلم في ظهره في مساحات في ظهره يبقى سقوط واحد وانطلاق واحد تاني أو سقوط بيرستاو مثلا وانطلاق صلاح محسن في ظهره صلاح محسن سريع وعنده سرعات كويسة أنا قصدي أنه أنت سحب سحب مدافعين ممكن واحد يسحب المدافعين فلما بيسقط عشان يستلم بيجي معاه مدافع وبيجي معاه مساك تاني أو بيجي معاه مدافع فبتفضي عندك مساحات في ظهره يبدأ ينطلق فيها رضا سليم لازم ينطلق فيها لعيبة سرعة وأعتقد ده فكرة كورلت بدليل أنه لما جي غير رضا سليم رح منزل طهر محمد طهر فأعتقد أنه نزل نفس النوعية اللي هي السرعات اللي عنده سبرينتر عشان يقدر يشتغل بنفس الفكرة بس طبعا ما تعملتش يعني